التلاجة ممنوع منعاً بتاً تتحط في المطبخ ممنوع؟ ممنوع ممنوع شاهدة تلفزيون جارت الوطن أهلاً بكو فيديو جديد طبعاً كلنا بنعاني مع التلاجات أحياناً وبنحتار نزبطها على كام بنحتار مع درجة الحرارة بنخليها في أي مكان معانا طبعاً عم عماد بقاله 45 سنة في مجال تصديح التلاجات بنرحب بك سهلاً يعني قل لنا في البداية قل لنا أنت بتعمل إيه؟ دي تلاجة صاحبها بيسافر من وقت للتاني فطبعاً التلاجات لما بتتركن يا جماعة بيحصل للكويل الفانة اللي فوق بيحصل فيها بارومة فما بينفعش فأنا فكتها وجبت لها الفانة الجديدة اللي هو الكويل الجديد وهنركبه ونبدأ نشحينها تاني وبنقول للعميل إنه مايركنهاش تاني لأي سبب من الأسباب هم بس التلاجة ممنوع ملعن بطن تتحط في المطبخ ممنوع 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 ليه بقى؟ مطبخ وبتجاز ومدام تعمل لقمة يبقى المطبخ يبقى زي الفرن زائد إن هي بتطلع صهد تلاجة يا جماعة تلاجة سربنتينة ومطور كل دي سخونية كل دي بتأثر مع حرارة الجو بتأثر الفتح والقف بيأثر يعني علينا كل ما نوطي كل الشتاء لما تدخل علينا كل ما نعلي لإن في الشتاء أنا مش هحتاج اللي أنا هافتح واقف للتلاجة فغصباً أنا هتفصل شوية وتشتغل شوية خليها علي كام طب فصي اتنين اتنين لو التلاجات النوفروست بيبقى فوق الترمستات وتحت بوابة الهوى بوابة الهوى ما تهمنيش يجبها على خمسة يجبها على ستة يجبها على سبعة دي ما تهمنيش يعني ممكن بوابة الهوى اللي هي دي دايماً في التلاجة النوفروست دي تبقى على اتنين بتقول ولا كانت؟ لأ دي على ماكسمال آآ آآ لأن ملهاش أرقام تمان أما اللي فوق برضو لو اديا الاليت ملهاش ارقام بس افضل تبقى عالميديان او الميليمن توطة لكن مجيبهاش عالمقصم. اما اللي تحت ده الهوى. الهوى ده انا ما 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 عادي ده مش صور مستاة ما يمنش في حاجة. اه. اه. عشان يدي تبريد للكبينة اكتر. ممنوع تعمل حاجة سخنة وتقوم حتطري في الكبينة. اه? كل ده. احيانا التلاجات بتحتاج في ريوم كل فترة يعني. او ان انا ازودها. لا لا. تحتاج في ريون دي معلومة خاطئة. ما تحتاجش في ريون الا سبب. الفريون ما يخلص ولا ينقص. اه. السبب ان ممكن يكون في زي زي التلاجة اللي انا واقف عليها ديل. اه. اتلاقي الكويل في دوابان في بارومة باضطر ان انا افوره. اه? وببتدي علجه لو هقدر علجه. ما بيتعالجش بغيره خالص. تمام. اه. اه يعني انت بتنسح الناس في الصيف. الفريون يا جماعة اللي لو ما صورك كسرت هغير مطور اه حاجة زي كده. تمام. بتنسح الناس في الصيف اتلاقي جابرة المطبخ. اه. ونزبطها على اتنين. اه. ايه كمان نقدر ننصحه للناس. اه دايما الباب اللي تحتاني بتاع الكابينة ما نحملش عليه ازايز كتير. لانه بيقبار عن المحورين بتوع الباب بلاستيك. بالفتح والقفل بيتتاكله. بغز الباب على كده. ده انه يبقى موارب. يبتهرب للتبريد كله بره. لان زحمة الازايز اللي في الباب دي بلاش. كتر الازايز حملة على الباب. اه. بس. تمام. ايه تاني نقدر نقوله بقى. ما ما فيش اقتر من كده. هل لما انا احط حاجات كتيره في المبرد اللي فوقها او الفريزر. الفريزر نفسه. ما حطش اللحمة جيبها سخلة. وهم حاطيتها وعاوزها تنشف في نفس الوقت. هتاخد فترة. فست البيت ما تنزعيكش من حاجة زي كده. اه. كمان يعني ان انا ما حطش ازايز كتيره في. محملش الباب التحتاني ازايز اكتر من اللازم. لان الباب عبارة عن بلاستيك. المحور بتاعه بلاستيك. معدش ساق زي الزمان. المتانة بتاعت التلاجة او الخامة قلت. فانا ما حملش. ها لو انت جدت كده هو. اللورفوف دي. قفايا ازاستين ازاستين ازاستين. يبقوا بباب خفيف. واقدر اقفله. يقفل معايا. ويبقى زي الفل. اما لو لقوا الكويتش مثلا ناشف. ممكن يملو كتل مياه سخنة. يفصلوا التلاجة الاول. ويفضوا البابين. ويخسلوا الكويتش داي الميدور بمياه سخنة بتغليل. تنظيف التلاجة بقى المفروض كل قد دي. تنظيف التلاجة الا لو ادلق فيها حاجة. التلاجة اللورفوفست ما بتتنظفش. اما ادلق حاجة. ريحة حاجة مش مصبوطة. بجيب شقة مياه فيها لمون. وحطة قماشا. اه قطن. وطوقها. ما فيش حاجة اسمها سلعة عشان البرومة ما دلاش. اه. يعني جاءوا الاعياد ده وان انا لازم ان اضاف التلاجة. لا 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 في النفروض سلعة. الا لو حاجة تدلقت جواها. اه بفصل التلاجة بفرضي الورفوف. بطوقها تطويق بحتة اه. يعني مسلا لو الجزء ده مسلا فوق يعني هتعامل بقى ازاي مع البوزياد. باتعمل ازاي بجيب شوية الفيري. وبابل لها. وافوقها تطويق. من بره مش من جوه. بس. مليش دعوة من جوه. اه اه. مش اكتر من كده. يعني عما مده انا انا بشكرك. اللي عافية حبيبي انت تومر. انت تومر. ان شاء الله الجو هيبقى جميل وحلو. الناس لان الناس مش مستحملة اي خبطة في التلاجة. لان التلاجات غلقت يا جماعة. فلازم احنا نحافظ. وفي زجون بيستهتر بالجهاز اللي عنده. يجي يقفل الباب ما يتقفلش. يقوم سايبه للصبح. يطير مطور. كل ده لاخد بالهم اهمال. لا. وخبطات التلاجة كمان. بسيش خبطات. تتخبطها ازاي. تتخبطها ازاي. تلاجة سابتة في مكان. ما انقلهاش كتير يا. لا لا لا. مكانها سابت والباب ما يتفتحش كتير بالزات في الصيف. ان شاء الله. شكرا لك. انا بشكرك. انا بشكرك. شكرا. سلام. اشتركوا في القناة.